مرحبا بكم فيديو جديد اللي ان شاء الله جيتكم فيديو غزال غادي نحضر معكم ملوي او فطير ميشالتي بالطريقة المغربية كي يجي اكتر من رائع شي حاجة غزالة مع بالردية التي مشحر يا سلام وكنت بنجربوا هذه الوصفة بهالطريقة اللي غادي نحضر معكم هذه الطريقة المعتمدة عندي من زمان كي يجي بها خطير اللي دقوا عندي كي يجبوا غادي نحتاجوا هنا 500 جرام ديالتقيق في المجموع عندي 400 جرام ديالتقيق البيض وكاس عنب ديالتقيق الفينو شوية ديالخميرة الخبز خمارة ديال 8 جرام غادي نحتاجوها للتوريق مع الزبدة وشوية الملحة شوية ديالصكار وماء بارد او عادي من روبيني للعجن فغادي نضيفوا دبل ما ديالنا على الدقيق وغادي ندلكوا ديالعجينة مزيان مزيان والسير ديالعجين ديال المسمنة او الملوي بصفة عامة بشي يصدق معكم هو ان العجينة ديالكم مخصكم شجريوها بالماء خاصكم تخليوها قاسحة ولكن مدلوكها مزيان مزيان حتى كتبدو تسمعوا دك الترتيق ديال العجينة فإلا تبعتوها القادية هادي أكيد غا تحصلوا على واحد النتيجة غادي تصدمكم صراحة غادي ناخدوا العجينة ديالنا بعد ما كان نعجنوها مزيان تكتولي بحال المسكة مني كان جبدها ما كتقطعش كان دهان يدي بالزيت وكان دهان حتى سطح العمل بالزيت وكان قطع كويرات صغيرين تقريبا قبت لمشي ميشات صغيرين وكان حطوهم كان بقوا غادين بحال هاكده كان قطع العجينة ديالي كاملة وكان حطها ومن بعد كان غطاها بواحد البلاستيكة وكان خليها كترتاح يعني عوداني السير الثاني هو الراحة ديال العجين ديالكم كل ما ارتاح كل ما كيعطيك الطوع باش تصرحيه بلا ما يتقطع لك إلا ما خليتش العجينة ديالك ترتاح ارا ما غاديش تصدق معاك غاديش تصرحي فيها وياك تقطع وحتى ديالك طريقة ديال العجينة كتلعب دور كبير سوف يكن دهان عدوك الكويرات بشوية ديال الزيت وكان غطيهم وكان مشي ندوب الزبدة من بعد كان جيب شوية ديال تقيق الفينو وكان خلط مع ديالك الخمانة ديال 8 قرام وكان خلط كان جيب الكوير الليولة اللي كتكون تحت مزيان كان سرحها بالزيت ومن بعد كان رشوية ديال الزبدة مدوبة كان نرش شوية منذك الخالد ديالفينو مع الخميرة وكان نطويها على هاد الشكل على شكل مسمنا مربعة شوفوا معايا مزيل طريقة غادي نطوية على شكل مسمنا مربعة كان حطها علاجة كناخذ الكوير التاني تايكن سرحها كان هنا مزيان بالزبدة وكان نرشها بدك تحيل ديالفينو كان حط فقلب هادك المسمنا مربعة وكان بقا نلوي بهات شكل كان بقا نرد في العجينة ماكين مسهل منا الصراحة كان بقا غير نرد فيها الثاني الكويرة الثالثة غادي اندهنا تايب الزبدة ورشها في الفينو وغادي ندير وسط منها هادك السمنة اللي فيها جوش كان بقى نرد عليها العجينة ديالي بهذا الشكل وخصتكم من البنات في هاد المرحلة تبقى وترشوا الزبدة يعني العجينة ديالكم را خصتها تكون شربة مزيان أو مدهونة مزيان ماشي نكترو وإنما خصتها تكون مدهونة حيث ما بينكل تبقى تبقى ستكون وديك الدهنة ديال الزبدة كتخلي العجينة تجي مرقة فكنستمروا بهذا العملية حتى كان وصلوا الخمسة ديالقوارات وحدة قلب وحدة وكن نزدابة الخمسة ديالقوارات وحدين اخرين يعني طريقة راها واضحة وحدة قلب وحدة تكن وصلوا الخمسة اللي ما بغتش تدير خمسة تقدر تدير ربعة تقدر تدير وغي ثلاثة جربوا في اللول ما خاسرين والو ومن بعد كن ناخدها مني كترتاح العجينة انا كنحطها في اللاجة او في المجمد حتى كترتاح لي العجينة مزيان ونغطيها وكتبرد كتشيني بحل العجين مورق كننسرحها وكنحطها في المقلة سخونة ومدهونة بشوية ديال السيت غير كتدير هدو كل فوقعات كنهزة وكنقلبها وهد القادية ديال الطياب حتى هي مهمة جدا جدا لان هي اللي عليها العمدة خاص المثمن ديالكم او الملوي يجي طيب من الداخل ما يجيش معجن او مدقص خاصكم تعطيو هلوقت النار كتكون متوسطة ماشي مهيلة والمقلة ستكون تقيلة يعني ذاك النوع التقيل باش ما يحرقش ليكم العجينة وتبقى خضرة من الداخل هانتو كتبقوا تحركوا كتبقوا تدوروا في العجينة بيديكم وهي غا ذاك الطيب وكيدخل معها ذاك الطبقات ديال العجين كيتورقو وكيتنفخو وذاك البخار كيدخل العجينة كامل وكيطيبها وكتجي كلها طيبة من الداخل ومفروقة ما كتجيكمش العجينة مدقصة لداخل هذا هو السير ديال وشتوبني كتضربوا من الفوق تحسوا بيخاوي يعني رهم فروق مورق من الطيب دياله كيبال لكم مش ناجح ولا ما ناجحش مهم جربوا هالطريقة والله تغادي تصدق معاكم ويعجبكم ما تبقوا ديما تديروا بنفس الطريقة ديالي انا ديها الطريقة المعتمدة عندي سهلة في الطوية ديالها ولكن غيرك تبغي التقنيات انكم تورقوا العجينة مزيان انكم تبقوا تدهنوا بالزبدة وترشوا بهذاك الخاليط بشيكم مورقة والطيب طيبوهم مزيان اعطيو هالوقت حتي طيب مزيان ما تزربوش عليه غير يتحمر تجهدو عليه العافية وتصهدوش بي غير يتحمر سوف يتحيدو ورا غتلقوه من الداخل ما طايبش حامل مرة كن ناكلو كنشيرو المسمن من زنقا وكنلقوه من الداخل من العلبرة محمر وزوين كنحلوه من الداخل تلقوه معجن يعني انا ما طايبش مزيان ما عطاوش حقوه في الطيب فبقوه تقلبوه والنار مهيلا كنتو ما كتتقلبو فيه حتى كي طيب وكتقوه تدورو هاكا بيديكم باش كي جي ديكت حميرا كي جي كلها متساوية صوفي كنستمر هاكده حتى كنسالي اللي طيبتها كنحطى فوق واحد المنديل نقي باش ما كي ما كيرطابش لي كي يتلقش دك الصاد كيرجع بوخار ديال وكي تلق الماء وغادي يخسر لكم العجينة كتحطوهم فروقين حتى يبردوعة كتحطوه حدا فوق واحدة وهذه النتيجة مهائية كنت منيجبكم وتجربوه تستمتعو به مع افراد الاسرة ديالكم متنسوش البرتاج لايك